الساعة تشير إلى الثامنة صباحاً الحركية شبه منعدمة في سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة خميس الخشلة السلع متوفرة والأسعار مقبولة لكن البيع والشراء ناقص لعدة أسباب ما كينوالوا صوق فارق غير اللي بيعوا وغزروا لك صوروا نتوفب اللي ما كاشقع الشاري اللي يدي سلعات الثلثيين بشي عاودي ولي يقضي ذوك كين حاجة ذوك يا نقص السيولة هو اللي تكالي يقولك الدراهم ما كاش وإما كين حاجة إما برراهم يبيعوا غالي هذيك حاجة واحدة أخرى إلى برراهم يبيعوا غالي جيت روح للديط أنا ذيك النار عشي تلبس بيس خليته هنا خمستاشين ما رحت البرق اللي عشر ألف خضروات الصحراء القادمة من بسكر ووادي سوف جودة عالية وأسعار مقبولة مقارنة بالعام الماضي فيما تعرف خضروات المتيجة تراجعاً كبيراً في الأسعار ووصل لأقل من عشرين ديناراً جزائري الفواكه هي الأخرى متوفرة خاصة الموسمية كالحمضيات التي تبقى أسعارها بين خمس وثلاثين إلى ثمانين ديناراً جزائري كما البرتوقان راهي من 6 ألف حتى العشرة ألف من 6 ألف حتى العشرة ألف وكانت على العصر هذه ربعة ألف ثلاثة ونص وكان المنديري المنديري راهي من العشرة ألف حتى الخمسة إلى 16 نio وكنما الرومان إن كان عاود وله كان غالي شوي كان غالي شوياً هوا عاود وله كان بـ 15 ألف 12 ألف ألف دقل ثمين ألف 7 ألف ستا ألف رغم التأثير النسبي وترجع عمليات البيع والشراء إلا أن كورونا والظرف الاستثنائي الذي تمر به الجزائر منذ شهر مارس لم يؤثر على أسواق الجملة من حيث وفرة السلاعي وأسعارها